السلام عليكم ويعطيكم العافية دفعة روح انا زميلكم انا سبوردي من دفعة صميم واليوم هاشرح لكم محاضرة ثانية من الفاينل من مادة الابديميولوجي اللي بتحكي عن Descriptive Epidemiology ماشي فهدف هاي المحاضرة ان شاء الله انو نقدر نعرف فيها study designs وهي عبارة يعني عن احنا الدراسات اللي ممكن نقوم فيها او اللي رح نتعلامها في هذا الكورس اللي هو كورس الابديميولوجي عبارة عن دراسات باشكال وانواع مختلفة فلازم احنا نتبع طريقة او قالب معين نشتغل عليه حسب نوع الدراسة اللي انا حاب عملها ماشي مش كلهم نفس الشكل فبنسيميها هاي الاشكال اللي بنتبعها في الدراسات study designs ماشي وطبعا لما نتخذ الشكل الصح study design الصح لدراستنا فهذا الاشي رح اطلع معنا بقرارات عشان الماجر health issues اي مشاكل صحية بتواجه العصر الحالي زي مثلا كورونا لما نختار ال study design الصح نفهم فيو مرض الكورونا رح نطلع بقرارات صحيحة بتفيد ال community وبتفيد من ال individuals والافراد بالhealth care اللي هم احنا زينا الاطباء ان شاء الله وما الى غيره فخلينا نتعرف على هاي ال study designs ماشي شو هاي الاشكال الدراسات الممكن نتبعها في عنا منقسمة بشكل عام بشكل رئيسي ماشي لقسمين قسم بنسمي observational studies ماشي والقسم الاخر بنسمي experimental studies وطبعا داخل كل واحد فيهم في عنا افرع كثير هذا كله رح نحكى عنهم لقدام ان شاء الله خلال هالمحاضرة بس خلينا نركز الان على القسمين الرئيسيات اللي احنا منقسم فيه من ال descriptive epidemiology او descriptive studies ماشي فobservational من اسمها فهي انا قاعد ايش observe يعني انا قاعد براقب ماشي براقب وقاعد بشوف ايش بحاول اربط بين الاشياء اللي قاعد بشوفها هو النتائج والاوتكم ماشي فانا هون فعليا ما في ايلي ايد في الموضوع يعني زي ايش مثلا خلينا ناخد مثال وراح نظلا نطبق عليه طول المحاضرة اللي هو مثلا لما الناس بلشت مع بداية الكورونا تاخذ ايش فيتامينز عشان ايش تزيد منعتها وانو ايش ما تنصب بكورونا فهذا الاشي احنا طبعا يعني ما حدا قال انه اه هذا الاشي صحيح او لأ ماشي لازم احنا يعني نعمل له study معين حتى نتأكد انه هل فعلا الفيتامينز الها دخل انه الواحد ما ينصب شو اسمه ما ينصب بالكورونا او لأ فنعمل study واحد من هال study اللي قلنا عنها اللي هو observational study انه انا ما باجي ايلي ايد في الموضوع يعني ما باجي بقول للناس والله انت اخد فيتامينز وانت لا تاخد فيتامينز او كذا لا انا باجي بشوف الناس كلها عندي وبقول او والله عندي هدول الناس اخدوا مثلا الفيتامينز خلينا نشوفهم هل نصابوا بالمرض او قدش نصابوا بكورونا منهم وهدول الناس والله ما اخدوا فيتامينز فنشوف برضه قدش نصاب بالمرض ونصير نقارن نتعرف الناس لنصب المرض اقل بكثير من اللي ما اخده و هكذا بنبلش نبني علاقات فالموضوع عبارة عن تقلصف الناس لن نجمع الناس انا ما عملت اشي ما اجبرت حدا ياخد اشي انا بس شفت الناس شو عملت وبلشت اصنفهم و اقول اه هاد اخد فيتامينز هاد ما اخد فيتامينز وهكذا ثم تحلقوا الوصول الناس انا بيدخل فيه a-signing انا بصير اقول انت اخذ فيتامينز و خلينا نشوف انت حتنصاب المرض واللغى وانت لا تاخد الفيتامينز لأنا بعمل a-signing فراكز بين هادو المصطلحين classify و assign assign the medication to some people and give other's a placebo هس موضوع البلاسيبو هادا كثير مهم اظن انحكا لكم من قبل بس عشان ايش يعني المراجعة البلاسيبو عبارة عن دوة زي نفس يعني في مثالنا مثلا هادا عن الفايتامينز بو عبارة عن نفس شكل الفايتامين بالزبط ماشي نفس الطعم نفس كل اشي لكن فيش فيو الاكتف انجريدينت فيش فيو المادة الفعالة اللي فعلا بتفرق مع المريض فهاي بنعطيها عشان ايش توفركم سايكولوجيكال افكتس مثلا يعني اذا احنا عملنا ستادي معينة وفي ناس اعطيناهم الدوة وفي ناس ماعطيناهم الدوة لكن احنا خبرنا الناس اللي ماعطيناهم الدوة انو يا جماعة احنا مش هنعطيكوا الدوة معلش احنا اسفين ممكن يصيروا الناس دول يفكروا يعني يعني يتصرفوا بطريقة معينة مثلا تغير بالنتاج مثلا يعني ممكن يكتابوا يقول لك ليش طبما انا مااخد الدوة ممكن اذا عملنا تجربة لمرض كثير مثلا صعب وكذا فالناس اللي بتعرف انها مش قاعد بتاخذ الدوة الصحيح ماشي رح تصير تكتاب وهذا الاشي رح يغير حالتها النفسية وهكذا يعني كثير رح يعقد الامور زيادة عن اللزوم فلا انا بقول له انو انت حتدخل الان في ايش دراسة رح نعطيك دوة ما بتقدر تعرف اذا هو الدوة الحقيقي ولا هو لا ماشي لكن انت لازم توخد اوض الدوة ونشوف احنا نتبع على حالتك كيف فعشان نعمل ان نتجاوز موضوع السيكولوجيكال افكت ساي ما تأثر على دراستنا فحنا منعطي ايش الناس اللي ما بدنا نعطيهم الدوة بدل ما نعطيهم ونسحب عليهم نعطيهم البلاسيبا اوكي، اوكي، ثم تبعا نعطيهم البلاح كيف حالتشات الرحلة حكينا كتير فيهم، خليني نماشي بس هنا بحكي نوت الصغيرة انو ايش اخر فيز بالأكسبر مانتل حكيان، اوكسبر مانتل، اخر فيز بالأكسبر مانتل، اسمها راندماز كنترول ترائل أكثر شيء أكثر نجاز ممكن ننجزه في الإكسبرمنتال ستاديز إنو نوصل لمرحلة الستادي اللي هي راندومايز كنترول الترايل هاي فعليا بتعطينا أفضل النتائج وهي أصلا أقوى دراسات تطلع منها المفروض نعتبرها آخر فيز يعني الإكسبرمنتال ستاديز فهذا يعني بلين موضوعنا بشكل عام عن التقسيم الرئيسي اللي هي إكسبرمنتال طيب خلينا نحكاس عن الهيبوثيس والشغلات هاي والريسيرتش كوستشن أكيد إزهقتوا هذا الموضوع لكن إحنا ليش نحكي لأنه بالدسكريبتف إبيديميولوجي ميزتها إنو أنا إيش بطلع في هاي الهيبوثيس وبحاول أتأكد من هذا هي صح ولا لا ماشي فهي مأنيزت الدسكريبتف إبيديميولوجي فمثلا إيش في سؤال ممكن نسأله بشكل عام بكون السؤال عبارة عن هل في علاقة بين الإكسبوجر بين التعرض لهذا الإشي وبين المرض أو الأوتكم ماشي فالعلاقة بين الإكسبوجر والأوتكم هاي كيف أول إشي لازم أسأل عنها بهذا الهيبوثيس ماشي وبعدين بعمل دراسة حتى أتأكد من إجابة هاذ السؤال ماشي طبعا خصائص هذا السؤال أو الهيبوثيس لازم تكون إنو لازم يكون إيش كلييرلي ديفايند ماشي واضح يعني زي هاذ السؤال واضح هل في علاقة ولا لأ مش إنو يعني مش إنو يكون السؤال فيغ أو يعني غريب كثير أو إنو مش دايركت ماشي لازم يكون السؤال واضح ماشي لازم تكون بيسدون لحظات طبعا نختارين ماشي ماشي إنو يعني شغلات منطقي لتاكيها وشغلات سببيه يعني ممكن تصير ممكن لا بس منحتاج إيش التجربة حتى نتأكد ماشي إنو تكون تجربة ماشي إنو سؤال مخطيس وممكن نعمل له تيستيج ماشي مش إنو سهال إش مستحيل وبرضو كمان إنه الهيبوثيس هاي مع خلال الدراسات أو خلال الدراسة نفسها تطور وصير تسأل أسئلة أكثر وكذا وتتحسن الهيبوثيس أكثر بناء على العلم لأن العلم متغير وطول ما أنت بتتعلم أكثر راح تتغير مفاهيمك عن الشغلات أكثر وهذا نفس الشي بصير على الهيبوثيس طيب هسا على الهيبوثيس نفسها فأنا لازم حط في بالي أو باعتباري عدة شغلات خلال سؤالي للهيبوثيس أول شيء فأنا مين الجماعة اللي بدأ درسهم يعني مثلا بدعم الدراسة على الأردن بدعم الدراسة على طلاب جامعة التكنو وبدعم الدراسة على مين بالزبط ماشي اللي بنسميهم أيش برضو الرفرنس بوبيوليشن فأيش أهمية هاي لأنه طبعا مهم يعني أنا بدأ عرف عمين الناس اللي بدأ عمل عليهم الدراسة أول وثانيا إنه النتائج اللي حطلع فيها راح تكون معممة على كل هاي البوبيوليشن يعني أنا لما أعمل دراسة عن طلاب التكنو مثلا راح تكون النتائج هاي معممة على طلاب التكنو وتكون خاصة فيهم يعني النتائج فلازم أحدد هاي البوبيوليشن مش أي بوبيوليشن ملنقي شغلتين برضو مهماتهم من الاكسبوجر فاريبل والديزيز فاريبل فأنا هسا زي ما حكيت لكم مثال فيتمنز فأنا كان عندي الموضوع واضح إنه عندي شموضوع الفيتمنز سواء الناس أخذته ولا لأ وهل صار عندهم كورونا ولا لأ فمين الاكسبوجر هون الاكسبوجر أو التعرض له من الفيتمنز إنه أنا في ناس صار عندها الاكسبوجر أخذت الفيتمنز في ناس ما صار عندها الاكسبوجر ما أخذت الفيتمنز ماشي بعدين إيش بفي عندنا اللي هو ديزيز فاريبل اللي هو عبارة عن إنه في ناس نصابت بالكورونا في ناس ما نصابت هسا الديزيز لازم يكون إيش عندي كلير ديفينيشن ليله ماشي يعني زي كورونا مثلا في عندنا البي سي آر اللي هو الفحص يعني معظمنا بجز جربه فهذا بكون مثلا فحص خلص محدد وثابت ويعني معروفة إجراءاته وبنوعا ما يعني الدقيق ماشي نوعا ما فأنا محدد عندي إيش المعايير اللي ببني عليها إنه هاذا الإنسان عنده المرض وهاذا الإنسان ما عنده ماشي مش إنه بخلي الموضوع للكلينيشنز مثلا ما بخلي الموضوع والله لطبيب إنه يشوف حالته وكل مرة يشوف حالة المريض وكذا لا بكون في عند معايير وخلص ماشي لازم تكون very well defined scientifically ماشي سواء بفحص معين أو كذا حتى إيش أتخلص من أي إشكالات أو إنه والله دكتور فحص المرض هذا خطأ وما إلى ذلك ماشي الاكسترينيس أو الكونفاوندينج فاريبلز ماشي شو هالكونفاوندينج فاريبلز أظن برضو سمعت فاضل مصطلح بس إنه الآن أنا عندي هيون الـ exposure وعندي هيش disease فأكيد في عوامل الجانبية ممكن تأثر على العلاقة بين الإكسبوجر والديزيز اللي هو عبارة عن عامل ثالث يعني في هاي المعادلة فمثلاً عنا إشي اسمه Universal Confounders شو هما؟ اللي هما الـ Age والـ Gender يعني دائماً دائماً تسمع أنه في الإشي اللي بحد أو يعني إشي بأثر على هذا المرض والله العمر كلما كبر الشخص كلما كان أسوأ على المرض وهكذا الـ Gender مثلاً في المالز ومعظم الأمراض المالز فيها أكثر من الفيمالز وهكذا فهدو العوامل دائماً دائماً موجودات دائماً سواء بحثت في أي مرض أي إشي اللي خاص بالمواضيع الطبي لازم تلاقي إنه الـ Age والـ Gender لهم إش تأثير وطبعاً بأثروا على إيش؟ بأثروا على Strength of Association أو بنسميها Odds Ratio أو Relative Risk ماشي؟ يعني أنا عندي Strength of Association هي قوة العلاقة بين Exposure والـ Disease ماشي؟ طبعاً يعني إذا ما فيه ConFounder راح تكون العلاقة مباشرة إنه دائماً مدام فيه Exposure راح يصير فيه Disease بس لا بيجي الـ ConFounder بيخرب علينا وبصير موضوع إنه يعني Exposure ممكن يصير أدي للـ Disease بس فيعنا ConFounder لازم ندير بالنا منه هكذا فهو بأثر على قوة هاي العلاقة أوكي؟ تمام هس برضو كشغلة أخرى ممكن نأخذها لازم نأخذ بعنا الاعتبار لـ Dose Response ماشي؟ طبعاً أنا بحكيهم هدولة هيهم وم من نفسهم هدولة اللي إيش المحطوطات هنا بالنقاط الـ Dose Response إنه هل كل ما زدت الـ Dose للـ Exposure ماشي؟ راح يصير عندي إيش الـ Effect أو Disease أكثر؟ هل راح يصير الـ Outcome أكثر؟ ماشي؟ هذل إيشي لازم أعرفه و لازم أحطه في بالي الـ Time Response برضو كم قديش أحط في بالي دراسة حيكون وقتها؟ إذا مثلاً على مرض كورونا فممكن مثلاً قديش محتاج المرض حتى يظهر أربعتاشر يوم مثلاً زي يوم تي الحجر مثلاً أيام الحجر يعني أربعتاشر يوم فالدراسة حتكون على مدى إيش أربعتاشر يوم فهي How much it takes to develop the signs and symptoms من بداية الـ Exposure لا حتى إيش ظهور أعراض المرض وإنت أكد إن عنده شخص مرض برضو كمان sample size فأنا يعني مش هاخذ الـ population كاملة مش هاخذ كل طلاب جامعة التكنول لا حاخذ سامبل منهم عينة راح يكون عددها مثلاً منقول 200 شخص وأصير أنا إيش أعمل عليهم الدراسة وطبعاً حجم هاي العينة ماشي sample size depends on مجموع من العوامل زي prevalence of disease إذا كان مرضك من نوع المنتشر جداً ماشي ففيش داع إنه يعني إيش تخلي السامبل تاعتك كبير كثير لأنه أصلاً منتشر لكن إذا كان مرض نادر جداً أكيد بدك sample كثير كبير عشان تتحصل فيها أكمل حالي فقط ماشي برضو كمان قوة العلاقة بين disease والexposure ممكن يتحكم في موضوع sample size برضو كمان إيش الفرق بين إيش 두 groups listening لهم ايش الـ Groups حكينا عنهم فوق اللي هم عبارة عن اللي هي عبارة عن Group بتأخذ الدواء و Group بتكون ايش بلاسيبو فإذا كان في فروقات كثير بينهم فإنت لازم تحاول ايش تتعدل في الـ Sample Size لحتى تقلل هالفروقات بينهم لأن هم لازم يكونوا قريبين من بعض أو هسا ضل إشي رح نحكي له قدام طيب في هنا ببعن عندنا بعض الأخلاقيات لما ييجي الموضوع لدراسة عمل دراسات على البشر فهي أقوى الدراسات رح تكون طبعا على البشر لكن لازم نتابع بعض الأخلاقيات في بعض الشغلات أو بعض الـ Reports أو بعض اللي جان مختصة في هذا الاشي زي مثلا ايش بنسميه وبيهتم موضوع الـ Respect الاحترام لكل الـ Individuals الموجودين معك في الدراسة الـ Beneficents إنه كلهم حيستفيدوا أو الاستفادة حتكون يعني فعليا دراستك رح تكون مفيدة للمجتمع Justice عدالة بين الكل إنه أنت تكون عشوائي مش تنقع كيفك في عنا شغلات برضو اللي هم مثلا هاي الـ IRP يعني بديش أقرأ اسمها فبرضو هاي مثلا بتمثل الشغلات الأخلاقية المهمة اللي لازم تخد بالك منها في دراستك ماشي وبتحتم هاي مثلا هاي اللاجنة مثلا بتحتم إنه كل الـ Subjects كل الناس الفي دراستك لازم يكونوا مستفيدين من الـ Study ماشي ولازم يكون فيه Justice عدالة ماشي زي ما قلت لكم فيه إيش إنه في الشي والله أنا بدي أعطي هادو دول هادول الناس لأنه أنا بدي هيك لأ خلص العدالة هتكون إيش بالعشوائية في كمان برضو كمان زي Data Safety Monitoring Board برضو نفس الشي تقريبا إنه بحاول يعني هم معبار عن لجنة برضو وبتعبوا على الأخلاقيات اللي إيش اللي بتتبعها في دراستك informed consent لازم يكون كل الموجودين في دراسة عارفين إنهم داخلين على دراسة ومعطين الإذن ماشي إكوي بويز أو يعني أبصر كيف تنقرها هاي اللي هي إنه إيش التوازن إنه المصالح أكثر من الريسكس مش أنا رح عامل دراسة إنه احتمالية إنه أدمر الدنيا و الناس ينضروا فيها أكثر مما إيش يكون فائد يعني باختصار مطارها أكثر من فوائدها cancel على كل الدراسة تمام هسه إيش اللي عنا هسه موضوع الـ study design زي ما حكينا إحنا الـ study design منهم هدولة ماشي فيهم عبارة عن مجموعة عناصر برضو هاخدوا بمعين الاعتبار كيف أنا أخدت هنا بعين الاعتبار لما بدأ أعمل الـ research question هدول العوامل ماشي لما أختار الـ study design ماشي فما بقدر أنقع كيفي أي study design لازم لازم أخذ حسب هدول العوامل وبعدها أحدد فمثلا أول إشي الـ reference group هون الـ reference group غير عن الـ reference population ركزوا الـ reference population اللي هي مثلا الـ population اللي أنا بديه أدر أعمل عليه الدراسة سكان أردن طلاب الجامعة وما إلى ذلك لكن الـ reference group منسميها برضو control group أحفظوهم هدول اسمين كثير مهمين لهدول الـ group هاي الـ group أو المجموعة المرجهية اللي هي اللي إحنا بنعطيها زي ما نقول البلاسيبو اللي إحنا فعليا ما بنعطيها هاي treatment طب ليش؟ ليش لازم إحنا ليش ما نجيب مجموعة أشخاص والـ sample تعيتنا نعطيهم أدوية ماشي ونشوف هل بتحسنوا خلص وصلى الله وبارك هاي عنا دراسة تمام تمام رح أعطيكم مثل لو قدام ليش هاي اللي group مهمة بس بشكل عام لازم يكون عندك group مش معطيها أي نوع من treatment حتى تقارن إنه هل فعلا treatment هي اللي سببت التحسن ولا برضو الناس اللي ما أخذوا treatment برضو تحسنوا يعني ممكن برضو الناس اللي ما أخذوا treatment برضو تحسنوا معناته هون أثبتنا إنه treatment ما لها الفعالية فعليا إنه صار فيه إيشي ثالث أو يعني عامل آخر هو اللي أدى إنه الناس كلها تتحسن فعشانك لازم يكون عندنا group ما في إلها treatment وأنت تصير تقارن فيها تصير تقارن إنه آه هاي القروب المرجعية لازم أضلي أقارن فيها وأشوف التغييرات بالنسبة لإلها لم أعطي الناس أو المجموعة اللي بتأخذ الدواء هل في فرق كبير عن المجموعة المرجعية ولا لا فهذا المهم فزي ما قلنا did not get the actual treatment ماشي بكون أخذ placebo شو اسمه فزي ما قلنا إحنا منقرنها يعني أي treatment منقرنها بالباسلين لو الباسلين مين هو الرفeren't group ماشي الcontrol group هدول منعتبرهم الباسلين اللي بنعتمد عليه في المقارن ماشي طبعاً هنا الدكتور ماخذ عبارة من الكتاب لأنه بتحكي إنه برضو كمان إنه إذا أنا بدي أعمل أو أكتشف علاقة فهاي العلاقة لازم أتأكد منها يعني بشكل مي بالمية حتى أقدر إنها أقول علاقة ما بقدر أقول إنها علاقة إذا الناس مفكري إنه في علاقة يعني مثلاً أنا كرسيرتشر عمل بحث معين وحاس إنه في علاقة والله بين الإكسبوجر والأوتكم ما بقدر أعتبر هاي نتيجة إلا لما أعمل التجربة وأتأكد و أكون دقيق بالموضوع حتى فعلاً إيش أتأكد إنه في علاقة فهي يعني بس هيك عبارة عن إيش إقتباس سريع من الكتاب الموضوع الآخر لازم أأخذ بعين الاعتبار لهو الإكسبرمنتيشن عسا زي ما حكينا موضوع إيش الإكسبرمنتيشن والإيش والإكسبرمنتيشن فأنا بدي أعمل إيش يعني هو السؤال الأهم فعلياً أنا أول إشي بلشت إنه بدي أعرف لازم يكون عندي ثانياً أدي أعرف أنا بدي أروح هاي الشجرة الي هون اللي هي أو هاي الشجرة الي هون فأنا بدي أعرف إذا بديها سوعたい أو الإكسبرمنتيشن شئ متى ف雖ي ما قلنا الفرق بينهم إنه فيش أسبرمنت في الإكسبرمنتيشن فيه L- 1977 المترجم للقناة 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 حسنًا أعضل ال thankful case الى و ايضاك الى و ايضاك الى ووجد contained with rare diseases الكوهورت تقريبا تشبه إيش الـ Longitudinal. كيف يعني؟ هسا الكيس كنترول أنا باجي على الملفات اللي هدولة جماعة في المستشفى يعني كل مريض بكون إلو ملف يعني بكون حط فيه الـ History وكل إشي فباجي جماعة مرضوا وخلصوا. الكيس كنترول يعني هاذ الشاب مريض فبصر أتبع بشوف الـ History تعيت والله كان يدخن مكانش كذا وهذا الشاب مش مريض بصير أتبع بعضو على الـ History. بس هاي الكوهورت تقريبا زي الـ Longitudinal إنه إلها built-in-time function ماشي. بتتابع أشخاص على إيش overtime ماشي. نفس تقريبا نفس الـ Longitudinal إذا following them up ماشي على مدة طويلة. لكن إيش الفرق بينها وبين كيس كنترول إنه بكونه disease free at time 0. يعني انت بتجيب للناس ماشي. و يعني بتصير تشوف والله طبعا بتبلج دراستك إنه الجهتين أو القروبين ما بكون عندهم المرض. بكون عندهم disease free. يعني الاثنين مثلا ما عندهم سكري. أو مثلا زي هنا بهاي الحالة smokeers ولنج كانسر. فأنا المجموعتين ما كان عندهم إيش لنج كانسر. في مجموعة بدخن في مجموعة بدخن إيش فبصير أتابع معهم أشوف شو حيصير. المثلا وبعد قديش إيش صار عندهم لنج كانسر. والجماعة الماء صار عندهم لنج كانسر. أوكي. أوكي. لكن مهم. ولاوحة مهم جدا إنه أنا ما بجبر الناس. أقولهم يا جماعة أنتو والله يدخنوا. وأنتو لا تدخنوا. ماشي. لأ أنا باجي بشوف مين بدخن تعالوا. مين ما بدخن تعالوا. خلص أنا أتبع عليكم بعد وقت. ماشي. أرجع لكم بعد وقت. مين صار عنده أكثر لنج كانسر. مين لأ. فهذا هو إيش الكوهورت يستدري. ماشي. فزي ما قلنا. كيس كونترول إيش أنا بدي أقارن في الهيستوري. ففتح الهيستوري للمرضى. وبشوف هل هو تعرض للتدخين تدخين ولا لا. هذا برضو تقريبا نفس الشي اللي هي مقارنة انه الكوهورت زي ما حكينا في ناس اكسبوزد في ناس مش اكسبوزد يعني زي مدخنين مش مدخنين بس الاثنين بكونوا ايش فاش عندهم مرض اوكي. عدي بصير اتبع الانسيندنس بتاع المرض وبصير اقارن. اوكي. الكيس كنترول انا باج بامسك كيسز ماشي. ناس عندهم مرض وناس ما عندهم مرض. بصير اشوف الهيستوري ماشي و بقارن في الاكسبوجر. بقارن في ايش بالاكسبوجر. اوكي. مين فعلي اوهل فعليا دخل الاكسبوجر بالمرض ولا لا. طيب حسنا نحكي عن الكسبرمنتال ستاديز. احنا خلصنا كل ابزيرفاشنال. ماشي. حكينا ابزيرفاشنال. اجريكيت ليفل. ماشي. ايكي لوجيكال اللي هي نفس اجريكيت ليفل. يعني نفس الشرح تقريبا نزل ما حكيت. بيرسون ليفل. ماشي. اللي هي عبارة عن كروس سكشن. لونجوتودانال كوهورت ولا كيس كنترول. طبعا كيس كنترول برضو عمادة طويل. يعني احنا اصلا نحكيت لكم عن الكو تقريبا زي اللونجوتودانال. اصلا فرع من اللونجوتودانال. ماشي. كيس كنترول برضو فرع من اللونجوتودانال. لانو انا بشوف الهيستوريو تاع المريض كامل. يعني انا بشوف الزلمة كيف كانت المستشفى متابعة معاه من اول مرضه لاخريته. ماشي. اما الكروس سكشنال لا. باجع الشخص بس الاو بقوله انت بتدرب بتعمل الاكسرساز ولا لا. ماشي. هل معاك سكر ولا لا. او هكذا. اما الكسبرمنتال. هسا نحكي عن الكسبرمنتال ستاديز. ماشي. وفيها ث ثلاث شغلات. community trials. field trials. clinical trials. وموضوع randomized controlled trial. برضو رح نحكي عنه. طيب اللي trials ماشي. معنى كلمة trial. هل هي عبارة يعني فرنسية. وبما معنى انه ايش. to try. انه اجرب. في عبارة عن فعليا تجارب. من اسمه experiment اصلا تجارب في عبارة عن تجارب. انا بجرب عن الناس. طبعا مش بجرب عن الناس. طبعا مش بجرب عن الناس. يعني لا. بس قصدي انه يعني فعليا بيعطي ناس ادوية. وناس ما بعطهم ادوية. وقروبين يعني. وبصير ايش اقارن وهاكذا. ففي عملية كتير مهمة. في experimental studies اللي هي ايش ال randomization. هي ال randomization هاي. فعليا بتخلي ايش دراستك قوية. انه انه انت فعليا بتتبع ايش عشوائية تامة. فانه تحدد ميني الناس اللي حتوخذ ايش الدواء ومين ناس حتوخذ بلاسيب. اوكي. اوكي. طبعا تختلف عن ال random selection. موضوع ال random selection هو موضوع اما انا بدي حدد ايش سامبل. انه او والله بدي اطول مجموع من طلاب التكنو. بس كيف بدي عارف انه انا ما اكونش ايش biased وهكذا. بصير انقع عشوائي. هاض اسمه random selection هاضل السامبل. غير عن ال randomization في العملية نفسها في ال experiment نفسها. لو بيميز ال experimental studies. اوكي. 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 ال term that we refer to when we assign individuals to group A او group B. ماشي. ماشي. ال hospital. ابتربطوها في الامور ما بعضها. مجرد سمعكم لكلمة clinical trial. اوكي. فيه الترايل. فا دائما نذكروها انه او ايش. شغلات وقاية. preventive interventions. فاانعم باجيب ايش. ا ا ا ا ا ا ا شخاص وبعطيهم vaccine. او ا اشخاص ما بعطيهم vaccine وبصير اشوف مين حيصير عنده ايش مثل معرض مين الا ا نلا. مين اكثر أ Kenneth Kent pow turret. وبصير الصور و هاس بها اقارن ال community trial. هاسه ال community تقريبا بشبه بشباه مع بشبه بشبه إيش بشبه الأغريقت ماشي إنو أنا بجيب مثل مدرسة وبحط إيش فلورايد في المياه يعني في المياه العامة تعيتهم ماشي وبصير أقارن بين هاي المدرسة ومدرسة ثانية ما بعطيها فلورايد في المية بصير أقارن إيش مثلا معدلات تسويس الأسناء ماشي على مدرسة ثلاث أربع سنوات بصير إيش وحتى بجيب كنترول جروب أو اللي هم يعني عبارة بجيب مدرسة ما عطيناهم ولا ولا نتفة فلورايد أو شوية فلورايد وبصير إيش أقارن بينها وبين المدارس اللي عطيناهم هكذا فهم زي ما قلنا add aggregate نفس موضوع aggregate يتذكر community trial نفس aggregate ماشي وبس فيها إنو الفرق إنها experimental مش أنا باجي بطلع على group وبصير أقول آه مثلا إنو يعني مراقبة فقط لا أنا باجي بعملها فعليا إيش تجربة على communities ماشي على مجتمعات فهونا ما عطينا مثالين يعني بوضوحوا الموضوع بشكل حلو فمثلا هنا عنا إيش موضوع women health initiative هو عبارة عن يعني هاي عبارة عن دراسة بتقارن أو يعني بتحاول تربط بين estrogen والprogestine لما ينعطوا ما بعضهم وهلق لهم علاقة بالcoronary heart disease اوكي اوكي طبعا أكيد في بلاسيبو في مجموعة حتأخذ الأستروجين والبروجستين ما بعض وفي مجموعة حتأخذ بلاسيبو ماشي رح تبع معهم لخمسة فاصلت اثنين يرز أو هيكي الدراسة فعليا عملت اوكي هيت دراسة عملت خلصت يعني اوكي وكان double blinded هسا شو يعني double blinded؟ double blinded يعني انو انا لسا انا ما باج بعطي المريض الدواء فرح اعطي الناس رح اعطيهم ايش اللي هو البلاسيبو في ناس رح اعطيهم الدواء اوكي اوكي فحتى ما يصير في اي يعني زي ما نحكي يعني بايس او يعني حتى بنتأكد انو فعليا كل اشي بصير على يعني بشكل عشوائي تماما ماشي لازم الدكتور انا اللي بدي اعطي الدواء ما اعرف اشي الدواء هو فعليا الدواء مين البلاسيبو ولا المريض المستقبل هذا الدواء يعرف ايش هو الدواء الفعلي وايش البلاسيبو اوكي فعلي اسمه double blinded انو لا انا الدكتور ولا المريض عارف مين هو الدواء ومين هو البلاسيبو اوكي اوكي طبعا فيه triple blinded رح نحكي عنها بس triple blinded انو انو الناس اللي حتى اللي اجوا يدرسوا الدراسة يعملوا اناليس للدراسة برضو بعرفوش مين القروب اللي كانت بلاسيبو ومين القروب اللي كانت ايش تاخد الدواء كلو هادو بساعد في تقليل ايش البايس اوكي وخلي دراستك اقوى اقوى فلقوا ايش الريسك او كوروني هارد ديزيز في الاكسبوز مين هم الاكسبوز اللي هم اخذوا الدواء او يعني تركيبها الاستروجين البروجستين ماشي ماشي لقوا قسموا او هي عبارة عن ريسك ماشي هون عدد الناس اللي طلعوا معهم المرأة او يعني طلعوا عندهم كوروني هارد ديزيز فلالشيز بايس على عدد الناس الكلي طلع انه 19.3 كل 1000 لكن ال المرأة احضر مجرد هم كانت بلاسيبو اللي ما اخذ البروجستين وبروجستر والاستروجين ماشي طلعوا بس 122 ثانوة ١٨٢٢ فهوالي 15.1 بير ألف اكيد الرقام مش حفظ اكيد في شيش حفظ فيها هالدراسة هاي بس ايش رح نفهم من هاذا الاشي نفهم انه فعليا الريسك زاد عندي الناس اللي اخذوا استروجين وبروجسترون من الناس اللي ما اخذوا زي ما نلاحظين في فرق اوكي فممكن نبني علاقة انه والله استروجين وبروجستين الو دخل بايش بالcoroner heart disease اوكي اوكي طيب برضو كمان اكزامبل ثاني مثلا منطقة اسم مطرة ماشي فيها معدلات وفيات اطفال عالية كانت ماشي وكان فيها ايش اربعمائة وخمسين قرية فاحنا قسمنا قريات انها تأخذ فيتامين اي سبلبنتيشن وقريات ما تأخذ اوكي اوكي فصار عالى متين وتسعة عشرين قرية اخذت الفيتامين اي متين واحدة وعشرين ما اخذت الفيتامين اي وصرنا نقارنهم فالrate of death بالقريات اللي اخذوا فيتامين اي كان 4.9 لكل الف بينما اللي ما اخذوا 7.3 لكل الف فاللي ما اخذوا توفوا اكثر عندهم اطفال من اللي اخذوا فيتامين اي ففيك ممكن نعرف انه الفيتامين اي له protective effect ماشي بس هاي هي يعني ببساطة التجربة رح نرجع نحكي عنا لو قدام شغلة لكن هنا دكتور حبي يحكي عن مصطلح انه natural experiment ماشي اللي هي يعني عبارة عن experiment صارت بالصدفة او بسبب الظروف او كذا يعني انت حتى احتاجوا الوضع انه او يعني لحالها الظروف سوت هاي experiment او كاي زي مثلا زي ما حكى الدكتور مثال على قنبلة تيروشيما على اليابان خلص يعني احنا ما عمرنا يعني كان في بالنا والله انه بدنا نجرب الاشعاء عن الناس يالله نجيب ناس نعطيهم الاشعاء نجيب ناس ما نعطيهم لا بس ما يخلف عليها امريكا يعني ما قصرت راح تفقعد قنبلتين على اليابان وهي يعني عملت experiment لحالها او كاي يعني في ناس فعالين راحوا على اليابان وصار يدرسوا الناس اللي في هديك المناطق اللي تعرضوا الاشعاء وقارنهم في الناس اللي ما تعرضوا الاشعاء وشوفوا قديش عندهم امراض وكذا ماشي برضو مثال على هاي دراسة اللي هو في جراح اسمه بعرف شو اسمه الصراحة هيو فرنسي ، فخلص عنده الزيت المغلي ، اوكي حتى هادئة كان نستعمله في علاج الجروح فاستعمل إيش incarش بعد اله Lokion غير ضار ؟ يعني handmade Murgii ، ولاقى انه座 الوashaur إليه تأثير أفضل فاضطر هو انه يعمل هاي الأكسبرمنت لانه لازم يستعمل اشي بدل البويلينج اويل بس لما استعملوا لاحظوا انه بتحسن الوضع فهاي صارت ناتشورال اكسبرمنت بس اظل عنها في كل المحاوضة هسا نحكي عن الأكسبرمنتال ديزاين لما نحكي عن الأكسبرمنتال ديزاين لازم يكون في عنه الكونترول غروب لازم يكون في عنه randomization كل هاي الشغلات حكيناها الفولو اوب والشغلات هاي فخليني نحكي عنهم اول شيء الإندكس والكونترول غروب الكونترول غروب بنعرفها يعني صارنا ساعة بنشرح فيها شو الانديكس غروب اللي هي نفسا الغروب اللي بتاخذ التريتمنت أما الـ Control اللي هي الـ Referent Group اللي هي إيش ما ما حتوخذ الـ Treatment وزي ما حكينا سبب إنه يكون عنا Control إنه عشان Effective and exposure can only be judged in comparison to that would happen in its absence لازم نقارن وجوده من عدم كان exposure إيش إنه health education الناس نعلمهم شوية عن صحتهم يعني شغلات صحية معلمات صحية وناس ما نعطيهم وناس ما نعلمهم مش إشي خلصاً نيجوا عن العيادة نحكي لهم مش إشي عادي والسلام عليكم وعلقتوا هذ الإشي الـ Exposure بال cardiovascular disease Low outcome فلاقوا إنه الناس اللي كان عندهم health education نزل عندهم cardiovascular disease بشكل مش طبيعي ماشي نزلت عندهم معدلات فإيه الحمد لله هاي التعليم الصحي فاد الحمد لله شوفوا كيف معدلات cardiovascular disease قلت هون لو فعلاً هذ الحكي كان احتفلنا لو لا يعني لو كان فيش عندنا control study بس لا في عنا control group بس عشان في عنا control group ماشي رحنا طلعنا عليها لقين إنه برضو معدلاتها معدلات cardiovascular disease برضو كمان ناقصة عندها طب كيف صار هذا الإشي ماشي كيف الناس اللي أخذوا health education والناس اللي ما أخذوا health education الثنين يتحسنوا من نفس الوقت بال cardiovascular disease في بعض الأسباب طبعاً رح تكون هذا الإشي إنه مثلاً إنه الناس في خلال 1970 قاعد بتغير تصرفهم للأحسن إنه صار عندهم إعادات صحية أفضل وهكذا ماشي وبرضو كمان إنه عشان إنه يمكن كمان ما كانش فيه blinding إنه والله بصيروا دكاترا دكاترا عارفين مين الناس اللي يشرحوا لهم health education مين الناس لأه بس دكاترا مثلاً بشفقوا ع بعض الناس بشفوه متعبانين فبصير قولوا عم يدير بالك توكل إش هي الأكلات وكذا 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 وضهض فبعطي الإنترفينشن وهو مش مطلوب إنه هذا الإشي يعني وكان مفروض إنه ما يعطيه فبصير علي فبسبب إنه ما في blinding ماشي الأمور خلطت ببعضها فطلعت النتاج عنا إيش غير دقيقة أوكي فزي هيك إحنا من دون control group ممكن كان بشكل غير عادل اعتبرناها عبارة عن نجاح لهاي التجربة لكن اكتشفنا إنه الموضوع كان إيش فيه إيش يعني إشي خطأ أوكي أوكي برضو هي دراسة عن البوليو ماشي عن مطعم شل الأطفال ماشي field trial field trial الذكروا إنه vaccine أوكي فاحنا بنحكي عن مطعم عدد الناس النصابه كل ١٠٠ ألف في الناس اللي أخذوا الـ placebo نصاب ٦٩ فيهم الناس اللي ماردوا يأخدوا ما ردوا يعني هم مش انهم اقترعوا انهم قاعدين اخذوا المطعوم لا هم بدون مش ياخذوا المطعوم ماشي فنصاب انهم 46 الناس اللي اعطيناهم فعلياً لتريتمنت الصح نصاب منهم 28 فحنا من يجي قارن بين الشغلتين نقارن اول بين 28 و 46 مش هالفرق الكبير ماشي يعني الناس اللي اخذوا الفاكسين مقارن للناس اللي ما اخذوا الفاكسين يعني مش هالفرق العظيم كثير بس لما نقارنوا مع البلاسيبو او الكنترولي جروب او الله صار عنا ايش صار عنا فرق كبير من 28 و 69 هاي القفزة اه فشو مثلا ممكن تفسير هذا الاشي ممكن تفسير هذا الاشي انه الناس اللي اخذوا البلاسيبو جروب ماشي خلص فاكريين انه اخذوا الفاكسين الصح اوكي فبروحوا بعيشوا حياتهم طبيعوا كذا وما بنتبهوا لمعايير السلام وكذا فراح ينصابوا اكثر خصوصا انه مش باخذين مطعوم لكن ريفيوزرز والله عارفين انه في مرض عارفين انه في ايش بوليو بس همهم دهم مش ياخذوا المطعوم خلص بكره والمطعوم دهم مش هي بس بتاخذوا التدابير عشان يحموا حالهم فعشان هيك دولة لعبوا شوي فعليا هم صار عندهم ايش صار في لعب بالنتائج من ورا انهم بعرف وضل ايش لكن احنا صار ايش عنا جروب البلاسيبو للانقاذ وكشفت انه فعليا لا الفاكسين فعلا مفيدة فلولا الكنترولي جروب كان ما حسن انه فعليا الفاكسين مفيدة ودينو كمبيرد ريفيوزرز عن فاكسينيتد جروبس لقد قررناهم بس بين ريفيوزرز وفاكسينيتد كن فكرنا الفاكسين عالفاضي بس لانا ما جبنا البلاسيبو اه في عنا فرق الحمدلله طيب فلحكي شوي عن البلاسيبو اللي هو نفسه يعني حكينا هاد الاشي انه عبار عن ايش التحسينات بتصير بسبب ايش يعني مش فعال يعني مش حقي وفعليا هو ما الو فعليا فعليا ما الو اي تأثير بلاسيبو يعني انت لما تعطي شخص دوة بلاسيبو مفروض ما يتحسن مش انه حيتحسن بشكل غريب عجيب لا مفروض ما يتحسن ابدا عشان هيك احنا منيعتمد عليه البلاسيبو في الدراسات يعني يوم قريبة في الدراسات تم عملي كيفها ا причberg التحسن كل ما هي بالغ 때 حتى م Rica انا مني céu ما المريض العقارت من البلاسيبو حتىтя الدكتور مين البلاسيبو موضوع الراديد حكينا عنه associations الراديد اهميته انه انا بدي اوازن بين الكونفاوندنج فاكتورز يعني انا بحاول اقسم القروبين وكون عادل بيناتهم القروب اللي حتوخذ ده القروب حتوكون بلاسيبو و اوازن بين الكونفاوندنج فاكتورز يعني مثلا هادول هكا القروب فيهم عشرة مسنين هاي القروب احط فيها عشرة او 11 مسنين تقريبا نفس الشي المباشرة المباشرة يكون الدراسة تعيتي صحيحة قدر الامكان وهي اتس دمين كورنرسون في راندميز كنترولي تريلز راندميز كنترولي تريلز من الأجزاء السيارية خاصة يسمى راندميز فاكت لازم كون فيها راندميز ايش هو اهم ايش فيها حتى تواحد الجروبين اللي احنا عملناهم لازم كون تقريبا متشابهين متشابهين من الناحية بشكل عامي يعني انه مثلا انه هاي الجروب فيها مثلا هالعدد ايش ناس مسينيين الجروب الثاني برضو لازم يكون فيها نفس العدد بس مين نقنهم بطريقة عشوائية ولا لا او عشوائية اوكي اوكي هذا الاشي راح يعني بالاخير راح يطلق الـ Randomization راح نتأكد منه انه فعليا اه الفرق اللي قاعد بيصير بين الجروبين بسبب الايش الـ Treatment مش بسبب الصدفة مش بسبب انه انا نجيت هاي الجروب مثلا والله جروب كله شباب جروب كله ختيارية روحت عملت الدواء على الشباب عطت الدواء للشباب الدواء اللي عطتوه الختيارية لو بلاسيبو والله لقيت تحصن كبير عنده الشباب طبعا لانه اعطيها لجروب شباب بس لما اكون عادل بين هذا الاشي بكون تقريبا بشبه بعض الجروبين هون بشين موضوع الـ Chance خلص بتروح الـ Chance من بالي اوكي برتاح منها Checking Group Comparability ان الجروبين لازم اقدر اقارن بيناتهم وفعليا حقارن بيناتهم بالنتائج باخر التجربة وخلال التجربة نفسها لازم اكون follow up لازم اضلي اتبع مين البوصل للأوتكم يعني ان في ناس سرح تمرض لازم اطلع اتبع معهم مين الناس بتمرض كم عددهم وهكذا و لازم اكون عندي accurate and appropriate case definitions لازم اكون عارف بالزبط كيف شكل مرضي وعلى عندي فحوصات دقيقة الا وكذا وطبعا لـ Blinding Blinding حلو جدا نستعمل في الدراسات هو بيقلل الـ Bias بيقلل الـ Information Bias فيه Single Blinding المرضى بس بعرفوش ايه هم باخد بلاسيبو ولا باخده ايش الـ Treatment Double Blinding انه حتى الدكاترة اللي بعطوه من الادوية بعرفوش ماشي والـ Triple Blinding حتى الناس بعمل اناليسس للدراسة بعد ما تخلص برضو بعرفوش حتى اخر لحظة اخر لحظة بيجي حدا بيقول يا جماعة الـ Group هاي اللي انتو عملت عليها الدراسة هاي طلعت هاي الـ Group placebo هاي الـ Group هاي اخذت الـ Treatment وانا فيه مثالين نفس الحكيناه من فوق خلينا نحكي مع السريم بس انه بالاناليسس بالمقارنة انه اقارن بالنتائج Groupين فممكن اقارنهم من ناحية يعني بطريقتين ممكن relative نسبية ممكن ايش مطلقة فمثلا نسبية يعني بشكل نسبة انه والله انه الدواء خفف نسبة الاصابة بنسبة مثلا 5% فهذا نفس المثال اللي هو تاع ايش استروجين والبروجستين وابصر ايش فانا بجيب ايش الرسك الاول او عدد الناس اللي فعليين صاروا عندهم المرض اللي هو اظن كاردوفاسكلي والثاني اللي ما اخذوا الاستروجين والبروجستين بقسم الاول على الثانية بعطيني نسبة هاي النسبة انه الناس اللي كان عندهم اللي اخذوا الاستروجين والبروجستين كانوا عندهم رسك اكثر بنسبة 1.28% من الناس اللي عندهم ايش بلاسيبو هاذا بنسبة ايش اما الابسولوت اللي هو مطلق انه عبارة عن ايش جمعوا طرح فعم وضوع القرية القرية هدي كتعت الفيتمين ايه فانا على الدثس اللي حسبتها فبصر اقارن انه اول واحد 4.9 لهم الناس اللي اخذوا فيتمنية 7.3 الناس اللي ما اخذ فيتمنية الـ R0 ماشي البلاسيبو فبطرح 7.3 ناقص 4.9 ناقص 7.3 هو دائما بطرح ايش R1 ناقص R0 او بقسم R1 على R0 سالب معناته انه الاكسبوجر اللي هو فيتمن ايه قلل الـ Deaths by 2.47 كل ألف هاذ الفرق فرق مطلق جمعوا طرح اما الـ Relative بكون قسمة فبس هدول اخر اشي مثالين عنا في المحاضرة والحمدلله خلصنا هيك بتمنى ما اكون اتأخرت عليكم كثير وبتمنى تكونوا استفدتوا من هاي المحاضرة وطلعت منها فاهمين بشكل منيح وان شاء الله يا ربي الله يوفقكم بمن اتحانكم وتحصلوا احلى وافضل علامات باذن الله ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة